نساء الفول عليكم وما فيش أحلى ولا أروع ولا أجمل من طاجن فول كده بالسمنة البلدية أو بالزبدة يتعمل في فطار الصباح وكمان معاه شوية بيت برضو في طاجن حاجة حلوة وعايز أقول لكم إن شتا بيحب الأكلات دي تعال أقول لكم إزاي بنعمل طاجن الفول ده من بداية التدميس عايز أقول لكم من الفول اللي انتو شايفينه قدامكم ده مش طازة ولا حاجة الفول ده تقريبا ليه 15 يوم في التلاجة لا لونه غماء ولا طعمه تغير ولا حصل له أي حاجة كأنه بالزبط لسه دلوقتي معمول إيه السر اللي بيخلي طاجن الفول حلو كده وزاي بنعمله بالطريقة السهلة البسيطة دي وزاي الفول يفضل محتفظ بلونه وطعمه وناكهته وزاي كأنه أول يوم معمول إزاي ده كله بتشوفيه كل المعلومات دي هتعرفيها معايا وطاجن البيض والجبنة المحبشة المشتشطة والعيش بقى المأمر كده وشوقت المخل ما عايزة أقول لكم إن ده مش فطار يعني ده مش فطار عادي يعني تعالوا نشوف عملنا إزاي بس ما تنسوش بقى لايك وشيرت شركوا في القناة فعلوا جرس على كلمة الكل ما تنسونيش بقى في كومنت حلو يشجعني يلا نبدأ ونشوف عملنا أحلى طاجن فول وعملنا الفول إزاي أولا اختاري الفولة اللي تكون عريضة بلاش يا جماعة الفولة رفيعة لأن الفولة رفيعة بصراحة متبقاش حلو في التدميس نقل الفول كويس جدا وما يكونش فيه أي شوية وما يكونش فيه أي تراب وكمان ما يكونش فيه أي حبيبات فول تكون مش صالحة للتدميس كله ده بنشيله بعد ما بنقيه بخسله طبعا لازم الفول يتغسل قبل النقع يا جماعة نحصله كده فم حلو تحت الحنفية وبعد كده بنقع الفول لمدة ساعتين في مية عادية خاصة من الحنفية عادية بحط عليه معلقة سكر في النقع مش بحط أي حاجة تانية جير معلقة سكر وبحط كمان معلقة صويرة من الخل علشان خاطر تضيع أي ريحة كده تكون الفول وده اللي بيخل الفول يبوز بعد كده بنقلبهم واسبهم لمدة ساعتين بعد ساعتين بنبتدي بقي عملية تدميس الفول عشان عايز Genius اقول ليكونن الفول مش مش موضوع سهل يعني مش موضوع اننا ندمس الفول كده يعني مش حاجة سهلة كده بعد كده ببتدي ان انا اجيب الحلة بتاعتي بصف الفول كويس جدا من المية اللي انا نقعها وعايز اقول لكم من المية اللي تنقع فيها الفول دي ماينفعش اصل ان احنا نطبخ بها الفول يعني لازم نصفيها ونحط مية تانية عشان البوكوليات بتنزل مادة يا جماعة مش بتبقى كويسة في النقعة فلازم نتخلص منها سواء الفول الفاصولية اللوبيا البسلة اي حاجة بتتنقع حمص العدس كل الحاجات دي لازم المية بتاعتها نتخلص منها طبعا لو فيه جزر او الموسم بتاع الجزر هتحطوا جزراية كده تكونوا مقشرينها وغسلينهم قطعينها رفاية كمان تجيبوا طماطمية يعني طماطمية نص طماطمية انا المقدار اللي انا عاملاه ده حوالي نص كيلو من الفول طبعا انتوا تقدروا تعملوا كيلو كامل نص كيلو براحتكم يعني احنا عملا هنعملوا عالب تجازي يعني مش هنستخدم ده الماس هالنهاردة كنوع من انواع التالي هحط بقى الجزر والطماطم بالشكل ده على الفول اللي انا نقعه وبابتدي ان انا نقلبهم كده عشان الحاجات دي تبقى مع بعضها انا تبقاش على الوش بس يبقى الفول كله واخد اللون الحلو الجزر بيدي لون حلو وبرضه الطماطم نفس الكلام بحط معلقة من الرز معلقة واحدة يعني بصوا بقول معلقة رز معلقة واحدة من الرز بكرارها كزا مرة لان اكتر من معلقة رز الفول ببوز احنا بنحط المعلقة دي ليه عشان الفول يتقل معنا عصرة لمون وبعد كده امني الحلة بالمية المغلية علشان خاطر ابتدي ان انا اسوي الفول بتاعي بكون جايب الغطة يلازم الحلة يكون لها غطة غطة بتاعها عشان ماستربش مية وبخار هبتدي اولع البتجاز وحط الفول على اقل عين وبعد كده بحطه ايه على اقل نار برضو يعني اقل عين واقل نار وحط معا معلقة سكر صغيرة زي ما انتو شايفين وبتدي اسيب الفول يغلي يعني 3-4 غلوات كده زي ما اهوريكم دلوقتي وغط الفول كويس بغطة محكم عشان خاطر البخار ماستربش برا والفول يبتدي ينشف معايا انا مش عايز استخدم مية كتير في سوى الفول بس كمان في نفس الوقت مش عايزا ينشف اول ما بياخد 3-4 غلوات كده يا جماعة ببتدي ان انا جيب نص كباية من المية حط عليها معلقة صغيرة من النشا وبتدي ان انا نقلبهم على البارد وبعد كده ببتدي اضيفهم على الفول دي لازمتها ان هي بتقل مية الفول وبتخلي الفول يبقى تقيل كده مش بيبقى خفيف يعني مش بيبقى زي المية كده بيبقى زي فول العربية بره بيبقى تقيل كده وحلو هي دي السر بقى هي دي الاساس في تدميس الفول بسيب الفول كده يغلي بالشكل ده وبتدي ان انا اقلبه وبعد كده بسيب الفول خالص على البتجاز لمدة ساعة كاملة بعد ساعة هوريكم شكله انا ما اخدش الفول معايا اكتر من ساعة لاني نقعة ولاني الفول عريضة ولاني هطى على نار هادية وكمان مغطية مغطى محكم الحاجات دي هي اللي بتخلي الفول يدمس معاك بسرعة قوي مش بياخد وقت كتير تعال نشوف بعد مرور ساعة كاملة الفول بقى شكله زي ده الفول بعد مرور ساعة كاملة المياه منشفتش ولا اي حاجة بالعكس المياه بقى تقيلة وحلوة كده والفول لونه حلو وريحته جميلة جدا جدا واللمونيا جماعة مخلي الفول متفتح كده يعني مش مغمق ولا اي حاجة شايفين شكل الفول حلو كده وفاتح وفي صراحة شكله يفتح النفس هنبتدي انتو لو عايزين تساووه اكتر انا بالنسبالي التسوية دي حلوة يعني مش عايزة يبقى اكتر من كده لو انتو عايزين تساووه اكتر من كده سيبوه كمان ربع ساعة لو انتو شايفين ان التسوية دي ممتازة خلاص كده تطفو على الفول وتعالوا نعمل طاجن الفول وتعال اقول لكم لو انتو مش عايزين كلكمية الفول دي تعملوا فيها ايه دي الحلة بتاعت الفول بتاعتي دلوقتي انا مش هستخدم كل الفول ده او مش هاكل كل الفول ده اقول لكم دلوقتي الاول هنجر في طبق كده وهوريكم قد ايه شكل الفول حلو جميل جدا ولونه جميل وشايفين والفول عريضة والمية بتاعت الفول تقيلة مش خفيفة كده شايفين دي يعني دي السمات اللي بنقول عليها بتطلع معنا فول حلو ده بقى موصفات الفول طبق الفول الجامد يعني حط شوية مية كده لان المية مش خفيفة لا مية تقيلة كده وحلو تقدروا بقى تعملوا الفول بالسمنة بالزبدة بالزيت الحار بالطحينة حتى فيه ناس بتحب الفول كده من غير اي حاجة يعني هي بتبقى ازوغ بس انا هوليكم حاجة كده حلوة للفول تقدروا فكرتين كده تقدروا تعملهم رشة مالحة خفيفة ده الطبق الفول العادي يعني اللي هو مفوش افتكاسات رشة مالحة خفيفة ورشة كمون وطحون وطبعا معلقة من الزيت الحار وطبعا سيبتلكم هسيبلكم لينك الزيت الحار في صندوق الوصف وطبعا شوية شطة كده حامية وعصرة لمونة ده بيكون طبق الفول جاهز معانا خلص طب لو عايزين نعمل الطاجن بنجيب الطاجن معلقة سمنة او معلقة زبدة نسخنها بعد كده بنزل عليها الفول اللي انا ملحته بس ما حطش فيه بقى زيت هنا خلص ولا حط بس التمليحة بتاعت الفول من غير ما حط الزيت او السمنة لان السمنة انا حطاها في الطاجن وبعد كده بحط الفول وتديله تقليبة وبعد كده بدخلوا الفورن لمدة عشر دقايه بيطلع تحفة وممكن كمان نعمل جوابت يعني نقصر جوابت بيبقى تحفة 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 الفول اللي يزيد منكم يعني في الحلة تبدأوا ان انتو تحطوه في اكياس تكون نظيفة وشفافة ما فاش اي حاجة وتحطوه في الفريزر لما ديجوا تفكوا الفول بتطلع الفول قبلها بربع ساعة يفك بعد كده تسخين في المايكرويف ماشي تسخين في الحلة برضو ماشي كسروله اي حاجة بيرجع الفول كأنه لسه معمول دلوقتي هتمنى تكونوا استفدتوا النهاردة من حلق التدميس الفول وتجربوه على طريقتي وقلولي بقى الوصفات اللي انتو حابين تشوفوها الفترة اللي جاية ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى لايك وشير تشاركوا في القناة تفعلوا جرس على كلمة الكل ما تنسونيش بقى فكم انت حلو يشجعني وما تنسوش تتابعوا صفحتي على الفيسبوك واسبلكم لينك الصفحة في صندوق الوصف تحت الفيديو بقى الفهنا وشوفها يا رب واشوفكم دايما على خير قرية